اشتركوا في القناة ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس عبدالصمد الزلزولي يامال حرون في اختيارتها كشف الدولي والمغربي عبدالصمد الزلزولي في حديث له لموقع موندو دي بورتيفو عن موقفه بخصوص حسم نجم برشلونة لامين يامال قراره باللاعب للمنتخب الإسباني بدلا من المنتخب المغربي وأكد الزلزولي أن لامين يامال حر في اختيارته وقناعتها مضيفا أنه لم يتحدث معه في هذا الموضوع وقال الزلزولي لا يمكنني التعليق على قرار لامين يامال فهذا قراره الشخصي وأتمنى له الأفضل عاجل مدرب المغرب وليد ريكراك يفاجئ لاعبا كبيرا بالمنتخب المغربي في مستوضع الملابس لم يدع النجم الصاعد أمين عدل الفرصة مرضون أن يتفاعل مع مشاركة الأولى مع المنتخب المغربي في المباراة الودية أمام بورك نفاصو والتي انتهت بفوز الأصود بهدف للا شيء وكتب على حسابها الرسمي بالموقع الاجتماعي أنستغرام كانت لحظة لا تنسى إنه انتصار من أجل كل الشعب المغربي وأرفق عدل الذي تألق في المباراة هذه التدوين بصورة له من المباراة علما أنه شارك لأول مرة مع الأصود بعد تألقه مع باير ليفركوزن الألمانية واستطع اللاعب إقناع الناخب الوطني وليد راكراكي بالمؤهلة التقنية والبدنية التي يملكها فاللاعب الذي يشغل مركز جناحين ودون النظر إلى التمرارة التي سجل منها اللاعب ونحي هدف الفوز على بورك نفاصو في المباراة تحرك ونور بنجاح وهو الأمر الذي آتر إعجاب الناخب الوطني الذي أثنى على اللاعب في مستودع الملابس وأنه على المرضوذ الذي قدمه في أول مواجهة ضد منتخب الخيول في انتظار أن يواصل المعانى مستقبلا رابطة الدورة الفرنسية حكيمي وامبابي تنائي متناغم عشر تمرارات حسيمة أشارت رابطة الدورة الفرنسية لكرة القدم إلى التناغم الكبير بين الدولة المغربية أشرف حكيمي الظاهر الأيمن لنادي باريسان جرمان وبين كيليان بابي النجم والفريق الأول ونشرت الصفحة الرسمية للدورة الفرنسية عبر موقع التواصل الاجتماع فيسبوك صورة للنجم المغربية وزميله كيليان بابي علقت عليها بالقول قدم أشرف حكيمي خلال مواجهة باريس ضد دانيس تمرارة حسيمة لكيليان بابي وأضافت حكيمي رفع رصده إلى عشر تمرارات حسيمة أربع منها لكيليان بابي فقط كأكثر لاعب خلال مسيرته في الدورة الفرنسية وأكد المصدر نفسه أن هناك تفاهم كبير بين حكيمي وامبابي بالقول تنائي متناغم في إشارة إلى تفاهم الكبير بين اللاعبين يوشار إلى أن أشرف حكيمي يعتبر أقرب صديقا للنجم الفرنسي كيليان بابي حتى خارج الملعب وهذا ينعكس إيجابا على تفاهمهما داخل المستطيل الأخضر بارشالونا الأسباني يخاف خيانة المغرب عبد الصمد الزلزولي يظهر المغرب عبد الصمد الزلزولي نجم ريال بيتيس لأول مرة أمام فريقه السابق بارشالونا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدورة الإسبانية وكان الزلزولي لاعبا في البلغران قبل عدة أسابيع ليقرر رحيل إلى ريال بيتيس خلال فترة الانتقالة الصيفية الأخيرة وأوضحت شافي هرنانديز مدرب بارشالونا في المؤتمر الصعفي التقديمي للمباراة تن الزلزولي طلب الرحيل في اللحظة الأخيرة من المركات بسبب رغبته في المشاركة بانتظام وفق لصعيفة سبورت الإسبانية فإن الزلزولي سيكون العدو الحميم لبارشالونا في مباراة اليوم بسبب أنه حضر فترة الإعداد مع النادي الكتالوني وأشارت الصعيفة الإسبانية إلى أن الزلزولي خاد أيضا بداية الموسم بقمس البرصة وبالتالي فإنه يعرف جيدا أفكار تشافي وخططه في الموسم الحالي وذكرت أن اللاعب المغربي سيشرح كل ما يعرفه من أصرار عن فكر بارشالونا وتشافي لزملائه ومدربه في ريال بيتيس مدرب الاتحاد يكشف حقيقة قرب حمد الله من مغادرات الفريق كشف البرتغال نونسانتو المدير الفني لنادي اتحاد جد السعود لكرة القدم عن حقيقة قرب رحيل المهاجم الدولي المغربي عبد رزاق حمد الله وغب عبد رزاق حمد الله عن مباراة اتحاد جد أمام مضفي الأخدود التي جمعتهم مساء الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة من دور روشن السعود لكرة القدم للمحترفين ورد نونسانتو في المؤتمر الصعوف حول إمكانية رحيل حمد الله بقولها عبد رزاق حمد الله مستمر معنا ولا توجد نية لرحيلها فهو أحد أهم العناصر في الفريق وأضف حمد الله تم استبعاده من مباراة الأخدود لعدم جاهزيتها لأنه كان مع منتخب المغرب تم عاد ولم يتدرب بالشكل الكافي لذا تمت إرحته خمس منتخبات عربية في كأس الأمم الأفريقية بالكوديفور أصدل استطار مؤخرا على منافسة التصفية المؤهلة لنهائية كأس أمم أفريقيا التي تحتضنها الكوديفور في الفترة المتدمة بين الثالث عشر من يناير والحد عشر من فبراهر الفين أربعة وعشرين بمشاركة أربعة وعشرين منتخبا وتعرف النسخة الثالث والأربعين من نهائية كأس أمم أفريقيا حضر خمس منتخبات عربية ويتعلق الأمر بكل من المغرب تونس ميسر وموريطانيا والجزائر وكنت النسخة الماضية عرفت مشاركة سبع منتخبات عربية هي المغرب ميسر الجزائر تونس موريطانيا السودان وجزر القمر إصابة رياض محرز بتسمم غدائي ونقله إلى المستشفى تعرض الجزائر رياض محرز لعب الفريق الأول كورس القدم بنادي الأهل السعودي لواكة صحية وبات مهددا بالغيب على لقاء التعاون بالسبب نقله للمستشفى وأوضحت صعيفة الوآم السعودي أن محرز ارتاد أحد مطاعم مدينة جدى وهناك تعرض لتسمم غدائي حيث أصيب بجرطومة في المعيد بعد تنوله إحدى الوجبات وسيواجه الأهل التعاون مساء يوم السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدى في بطولة دور روشن للمحترفين الويداد الرياضي يحرم من مدفعه جمال حركاس وتلاتي الفريق يغيب عن مواجهة حافية كوناكري يحل الويداد البيضوي ضيفا على حافية كوناكري غدا الأحد في ذهب دوري 32 بدور أبطال إفريقيا على ملعب لاصانا كونتي حيث يسعى الويداد للظهر بشكل قوي في مستهل مشواره الإفريقية وتحقق ناتجة إيجابية في الذهب لتسهيل مهمة الإياب في المغرب وأتار تخلف جمال دين حركاس عن رحلة الويداد صوب غينيا لخوض مباراة ذهب دوري 32 بدور أبطال إفريقيا أمام حافية كوناكري أتار قلق أنصار الفريق البيضوي وتعاقد الويداد مع حركاس في صفقة انتقال حر خلال الميركات الصيف المنصرم بعدما فصها تعاقدهم مع الغريم التقليدي الرجاء حيث أن جمال حركاس وصفيا أحناش العالمي غير مدراجين بالقائمة الإفريقية للأولية للويداد وانضم جمال حركاس للويداد بعد إرسال القائمة الإفريقية الأولى بينما تأخر النادي في إدراج اسم أحناش بالقائمة بالسبب خضعه لاختبارات بعد معسكر مراكش حيث أن التنائب مقدوره الانضمام للويداد في بقية مغامرته الإفريقية حال ضمن سأهوله لدور المجموعات وهما من العناصر التي سيعتمد عليها المدرب عادي لرمز مستقبلا